تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة روابط اقتصادية أسهمت في تمتين أواصر العلاقات المشتركة وزادتها عمقا وتواصلا على مر التاريخ نعم وهذه المكانة الاقتصادية والاستثمارية المتطورة التي تتمتع بها كل من البحرين وبريطانيا أخذت بالنمو بفضل حرص قيادتي البلدين الصديقين على توسيع أفاقها العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة علاقة لها خصوصيتها التي تعكس مدى الترابط والتوافق بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لسيما المجال الاقتصادي منها وذلك في إطار حرص ودعم متواصل من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وجلالة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية فالعلاقات الاقتصادية بين البحرين وبريطانيا تشهد تطورا ونموا ملحوظا أضاف لعمق الشراكة الثنائية التي تعود إلى تاريخ قديم جمع بينهما خصوصا في القطاع الاقتصادي والاستثماري والمصرفي حيث تعد البحرين مقرا إقليميا لعدد كبير من الشركات والمؤسسات التجارية والمالية والبنوك والمصارف البريطانية ذات النشاط الدولي برؤوس أموال واستثمارات هائلة أخذت في النمو بفضل السياسات والتشريعات الاقتصادية المثالية التي توفرها حكومة مملكة البحرين للقطاع الاستثماري على أراضيها كما ساعد على تسهيل هذه الأنشطة الاتفاقيات التي وقعها البلدان في هذا الخصوص مثل اتفاق تسجيع وحماية الاستثمارات عام 2006 واتفاق تعاون بين سوق البحرين للأوراق المالية وسوق لندن للأوراق المالية عام 2007 ومذكرتي تفاهم بين حكومة البلدين في المجالات المرتبطة بالقطاع الجمركي عام 2008 وغيرها العديد من الاتفاقيات التي تقف شاهدة على عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين المملكتين قيادة وحكومة وشعبا ترجمة نانسي قنقر